موسيقى أنا مرسال علي أبو موسى جنسي سوداني أنا طلعت السودان عاملت سرمية تمانية وتمانين رحت عالعراق عشان شوه عشان نحقق أمونياتي بالعراق موفات سنة 95 جيت هون سوريا جيت هون سوريا مباشرة جيت هون جيت الغوطة على دوما يعني في مجال عملي هون بالغوطة أكتر شي أبغار زراعة أكتر شي عندك أبغار والزراعة هون في الغوطة والحمد لله ربنا وفقني الحمد لله اشتغلت والحمد لله واتزوجت عن جبت ستة أولاد الحمد لله فضل من الله فكان قبل الحصار أو قبل الحرب كان ما شاء الله سوريا كان منيها بس صار في ظروف عليها صار في حرب حرب داخلي فصار علينا حصار ادايع علينا الحصار لا لهم واحد يحسن يطلع يلا يمين ياشر شمال لا اداعا لا وراء محاصر يطلع انا هون بالغوطة يعني محاصرين الحصار غير شكل يعني حصار مثل الحصار بتجوّن وبحرا وبريا يعني تتصور حصار مضايق على كل العالم للكبيره للزغير للمره للبنت كل ياته حصار مضايق على كل العالم هون بالغوطة يعني من جماعة الغوطة مضايقين مضايق غير شكل أبدا كل شيء كمان غالي غلاء غلاء خوفه في العالم يعني شو ربطة القبز بألف ليرة مثلا عندك رغيف القبز واحد مثلا بمئة وخمسة وعشرين مئة وثلاثين ليرة الخبز الواحد شو مثلا الإنسان عنده عائلة شلون بدي يطامع أولاده مثلا خبز بألف ليرة أو مئة أو خبز واحدة بمئة وخمسة وعشرين ليرة يعني غالي غالي كتير سكر الكيلو بثلاثة الاف وخمسمية أو أربعة الاف يعني الشغلة لا يصدق أبدا والروز كمان واحد نفس الشي والبرغ والسمن نفس الشي والسمن نفس الشي كان الشغلة الله يفرج عليه absolutely بعد والله يرفع علينا البلاء وينزل لنا الشفاء تعود بش هي الأ Bettانان أنه في الغوطة رحل الله الحمد لله رب العالمين أنه يرغب على الفضل ا toda الله أمر لا نبس أن يعيشنا بفضل الله الحمد لله سن نبس انه ي rabbit لن يجوك عائش crafts While all men really say ولكن من كيف سن teams أتلقى analyse الحمد لله نحن بالغوطة الشرقية كان في عنا أناس كتير من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة يعملوا بالمبساتين بالزراعة بقطف الثمار برعاية المواشي وكان في منهم يعمل بالصناعة بالمعامل بتل كردي وغيرها بالورش عند ناس مدنية متعايشين نحن وياهون والعيشة كانت عنا الحمد لله بسيطية العالم كل ياتها يعني بأقل كلفة بتحسن تعيش قد ما كانت يوميته بحسن يعيش ويتعايش فيها وطلعت الحرب في منهم كتير عنا ارتم على الآن هوني بالغوطة الشرقية ما غضر يطلع من هالأزمة هاي وما غضر يطلع يسافر لبلده أو يرجع للمكان اللي هو يخلق فيه فزاقوا معنا الحصار وزاقوا معنا مرارة هالقصف هذا في منه اللي رح له أولاده في منه هو يستشهد أو توفي أو مقلة الجوع وقلة ذات اليد ومن بيناتهم نكون في عنا الأخ مرسال اللي عنده ست سبع أولاد عايش هو وياهون هون عنا بلغوطة يعمل بالزراعة بأحد المزارع فالآن لا غضر يطلع ولا غضر يوعد بسبب الحصار وتسكير الطرقات وقلة ذات اليد يعني مادة قليلة جدا يعني أزم إذا يساوي الجوال استفر بدأوا يتلف عليه بجوز آلاف الدولارات يعني إن كان إلا ولا لأولاده فإن شاء الله هيك الله يفرج علينا وعليهم ويحسنوا هيك ينفك هالحصار ويطلعوا من عنا سالمين غانمين لبلادهن هن ما مشكلتن ما قضيتن يعني قاعدين عنا هن لا مشكلتن ولا قضيتن ولا بلدهن بس صبروا وتعايشوا معنا بهالجو اللي نحنا عايشين فيه وقصف وقلة عاد إن شاء الله هيك بس تفتح الطرقات أو يسلنا ويسلهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة